نقل معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الى جلالة السلطان عبدالله بن السلطان احمد شاه ملك ماليزيا جاء ذلك خلال استقبال جلالة السلطان عبدالله لمعالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة صباح اليوم في قصر استان نيجارة بالعاصمة الماليزية كولا لنبور وذلك على هامش الاحتفال بمنح جلالة السلطان عبدالله جائزة ماسة اسيا التي تعد ارفع جوائز الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ورحب جلالة السلطان عبدالله بن السلطان احمد شاه ملك ماليزيا بمعالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة وحمله تحياته الى جلالة الملك المفدة وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين استمرار التقدم والرخاء واعرب معاليه عن اعتزازه باسهامات جلالة السلطان عبدالله في خدمة كرة القدم الاسيوية على امتداد نحو ثلاثة عقود قائلا ان جلالته يعتبر من الشخصيات التي كان لها تأثير متميز في كرة القدم الماليزية والاسيوية وباسم عمومي اسرة كرة القدم في اسيا فانني اعرب لجلالته عن التقدير والامتنان على اسهاماته الواضحة في اثراء مسيرة الكرة الاسيوية عبر سنوات حافلة بالبذل والعطاء واضاف معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة لقد قام جلالة السلطان عبدالله بخدمة اللعبة من خلال مناصبه المتعددة في الاتحادين الاسيوي والدولي وسنظل نستذكر باعتزاز ما انجزه بالنجاحات وما تركه من ارث مميز في الترويج للقيم الرياضية النبيلة ونشر لعبة كرة القدم في القارة الاسيوية متمنيا لجلالته كل التوفيق والسداد اشتركوا في القناة